نحور آياتها أنها تقيم الحجة على المؤمنين بأكمل صورة كما أقيمت على المؤمنين الأولين وخاصة المؤمنين بعيس بن مريم تقيمها عليهم بعد إعلامهم بيأس الذين كفروا من دينهم وأمرهم من ثم بألا يخشوهم ويخشو الله إقامة من يكفر بعدها منهم فإنه يعذب عذابا لا يعذبهم أحد من العالمين يوم ينبع الصالقين صدقهم وتنقص آياتها إلى أربعة مقاطع فالمقطع الأول من بداية الصورة إلى نهاية الآية الحادية والمقطع الثاني من الآية الثانية عشرة إلى نهاية الثادسة والثمانية والمقطع الثالث من السابعة والثمانين إلى نهاية الثامنة بعد المئة والمقطع الرابع من التاسعة بعد المئة إلى نهاية الصورة ويختص المقطع الأول والثالث منها بإقامة الخجة على المؤمنين في أكمل الصورة بحيث يكون ما ذكرنا وذلك بإنزال الأحكام التي بها يكمل للمؤمنين دينهم ويتم عليهم النعمة ويرضى لهم الإسلام دينا ويختص المقطع الثاني بإعلامهم بيأس الذين كفروا من دينهم بإعلامهم بيأس الذين كفروا من أهل الكتاب من دينهم وأمرهم من ثمة بأن لا يخشوهم ويخشو الله حيث يُعنى ببيان كفرهم بما معهم ثم تبيين الحق تبينا لا يكون بعده لهم على الله خجة ثم تكريف الرسول والمؤمنين باتخاذ الموقف المناسب لازديابهم في الطويان والكفر وبالاستقامة على الحق والتقاء مثل ما هم عليهم ويخص المقطع الرابع ببيان نقامة الحجة على الأولين لا سئن المؤمنين بعيس ابن مريم الذين أقيمت الحجة عليهم في أكمل صورة تناسب حالهم بعد كف الذين تفروا عن رسولهم عنهم وأمرهم بالاستقامة كحيث من يكفر بعض منهم فإنه يعذب عذابا لا يعذبه أحد من العالمين يوم ينفع الصادقين صدقهم وفي هذا الذي ذكرنا دلالة أي دلالة على أن السورة آخر ما نزل من القرآن وإياك أن تلتفت إلى ما يخالف هذا كائنا ما كان ومما ينبغي التنبه له أن المراد من قوله تعالى اليوم أكملت لكم منكم أن المراد من اليوم في هذا القول الزمان الذي نزلت فيه هذه السورة بجملةها وليس المراد يوما بعينه نزلت فيه الآلة التي فيها هذه الجملة جملة اليوم أكملت لكم دينكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَفُودِ وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَالِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرُمْ حِلِّ الْصَيْدِ وَأَنْ تُوْخُرُوا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَوَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَبِيَ وَلَا الْقَائِدَ وَلَا أَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرَضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَصْطَادُونَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآلُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُونَ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب فرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والملقنقة والموقولة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكنتم وما ذبح على النصب وأن تستقصروا بالأسلام ذلكم فست اليوم يائسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا ومن يضطر في مخمصة غير متجارف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قلوا حم لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكريبين تعلمونهم مما علمكم الله فكنوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المكملات والمحصنات من الذين أوتوا الكتابا قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصين غير مسافحين ولا متفحين أصدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط ومنه وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فوصلوا وزوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم هنبا فاضطهرون وإن كنتم مرضى وعلى سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا برجوهكم وأيديكم ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليقهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم ونيفاقه الذي واتقكم به إن قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا مُقَمَّانِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْكَسْطُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَرَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا يَعْدِلُوا هُمَ أَقْرَبُوا لِالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ واستقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر لقيبا وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة وهاتيتم الزكاة وهامنتم برسل وعزلتموهم أقرب الله خرطا حسنا لأكفرن عنكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخننكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلكنكم فقد طل سواء السجير فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِنْفَاقَهُمْ لَعَلْنَاهُمْ وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيًا يُحَلِّكُونَ الْكَلْمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا وَحَظَّا مِنْ مَا دُكِّرُوا بِهِ وَلَا كَزَالُ تَطَّلِعُ وَلَا كَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى صَائِلَةِهُمْ إِلَّا قَلِيْنَا مِّنْهُمْ فَاعْطُ عَلْهُمْ وَاصْبَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِدُونَ وَلِلَا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِّثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظَّا مِنْ مَا دُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَرْضَاءَ إِلَا نُومِ الْكِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْمَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِنْ مَا كُنْتُمْ تُخْفُونَ إِلَّا الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرًا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبْلَ السَّلَامِ وَنُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُظْمَاتِ إِلَ النُورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ لِلَعْصِرَاطٍ مُسْتَفِينٌ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قبل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بدنوبكم بل أنتم بشر من من خلقوا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تركدوا على أدباركم فتنقلوا قاسدون قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا دعفلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم وادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم والبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هلا قاعدوا قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين واجل عليه النبأ بني آدم بالحق إن قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المستقين لإن بصط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الضالي فطلعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابي يبحث في الأرض ليريه كيف يهاري سوء تأخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فهواري سوء تأخيه فأصبح من النابين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفسنا وفساد في الأرض فكأنما قتلن ناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزار الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقدروا صلمهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم شلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآفرة عذاب عظيم إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم تعلموا أن الله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أهديهما جزاء لما كسبان كالا من الله الله عزيز الحكيم فمن تاب من بعد الضره وأصلح فإن الله نتوب عليهم إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الوصول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن من قلوبهم ومن الملم هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة بعد مواضعه يقولون إن أوديتم هذا فقموه وإن لم تنتموه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك النبين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآفرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للصح فإن جاءوا كفحكم بينهم أو أعدوض عنهم وإن تعدوض عنهم فلن يضروا كشيئا وإن حكم كفحكم بينهم بالكسر إن الله يحب المتسوقين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمن إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح كفاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصبقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصبقا وآتيناه الإنجيل التوراة وهدى ومروة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهلم العينيه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عن ما جاءت من الحق لكل جعلنا لكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لدعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم في ناراتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتيوك عن بعض ما أزل الله إليك فإن تولوا فعلا أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ظنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهل يكيبون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم كل شيء منهم إن الله لا يهدي القوم ترجمة نانسي قنقر